يعني اللي كانت تزير دولة 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 إمارات كانت عبارة عن قرية هذه حقاق تاريخية حقاق تاريخية الآن تصبح أبو ظبي تتحكم في دولة بالسلطة في الجزائر تمشي قائد الأركان كما تحب لماذا الله يرحمه هذا يعني على الأقل خرج لهم كما يقول الناس من الكصب تمشي مدير مخابرات كما تحب كاروسة تشريه مخابرات داخلية بسكليت تشريه مخابرات الجيش بموتو تشريه قائد أركان الجيش بتيوتا تشريه مدير سونة تراك بحبة ميل فيتش أه؟ واللقى الدول وينشدوه؟ واللقى الدول وينشدوه؟ شدوه عندهم عصروا خدموا بيه وداروا بيه وداروا بيه بعد كسلموه يعني حتى الأمان ما فيهمش حتى الأمان ما فيهمش تكمل مهماً تعكي عصروك تكمل مهماً تعكي وتردوك يسلموك نريد أن تصبح الجزائر دولة رائدة تقود العالم العربي وغيره تقود العالم العربي وليما العالم الإسلامي نريد أن نكون دولة قوية دولة محورية دولة مؤثرة أنا نقوش رواحنا في السباق نجروا 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 وبعد إثيوبيا تفوتنا في السباق تدخل البريكس أنا نقوش رواحنا في الكعوالة بعد ما كنا نطمح أن نكون عضو في مجلس الأمن أعضاء دائمين في مجلس الأمن مع المريكان وفرنسا ولت إثيوبيا تفوتنا لكانت المجاعة كتلتهم الشركة لهم مع احترام إليهم طبعاً إثيوبيا تقول لي عضو في البريكس والجزائر اللي كانت واللينا حاصلين ما عندنا لاتحاد مغاربي لاتحاد إفريقي لاتحاد عربي يا ربي ما أنا فيه احتفلها سبا تهبلونيش أنا ما احتفلها اتحاد المغربي اتحاد المغرب العربي راح في كيلزيت الجامعة العربية ما نشعضوا فيها لأننا غبنا ما حضرناش كلا نبوبي العالم الإسلامي ما حضرناش كلا نبوبي البريكس كلا نبوبي الأمم المتحدة درنا اجتماع في قدام ربعة من الناس الاتحاد الإفريقي نفس الشيء تفرق وكذاك ذاو وش بقالنا؟ بقالنا نديروا التحالف مع السحلة الغربية لا نريد هذا لا نريد هذا نريد أن تعود الجزائر إلى سابقة عصرها حاوصوا ترجع رب تزال هذه قوية و لازم كلا وحد يحكي مفره كل واحد يتسمعه و يحكي مفره الرائس يجب أن يكون رئيس والعساس يكون عساس والزبال يكون زبال والمدير يكون مدير والكميسار يكون كوميسار والجنرال يكون جنرال كل واحد يتسمعه فرقوا علينا الصوق تاعكم ماذا تعبتم مصخير قاعدين تعصوا ببعادكم بعض خيرى خبزة المطلوع والأخرة طيبة الكسرة وليتوكيل الهجلات كل العريس تعصوا ببعادكم بعض جنرالات ووزراء هذا يحفر لهذا وهذا يقود بهذا وهذا يشيط بهذا رفعوا المستوى شوية خلونا نبنوا دولة خلونا نبنوا دولة لا تزول بزوال الرجال خلاص آخر الأخبار من غزة الإعلام العبري بدأت هذا المساء توجه حكومتنا مليح إعلام الإسرائيلي بس ديرك نيادر خلاص نكمل في الوضع الداخلي نبدأ نطرش في الهدر نبدأ غيرا نخسر في الهدر الإعلام الصهيوني يتحدث على مناقشة سفقة تبادل الأسرة واسعة النطاق مثل ما تشترط المقاومة مقاومة رأيتكلم على جنرال تطلقونا ألف أسير رأي ماشي في هذه الأمور إن شاء الله تنجح معلومة أخرى المقاومة تجاهز لشهن هجوم مضاد واسع النطاق إن شاء الله يارب هذي من راسك ولا منينة بطيبة هذي انتا قدت أولا ما يقوله هيا قالك المقاومة تتجاهز هذي معلومة سرية رضبك حاوز بسينا يقولك بذيرا على المباشرة لأكلمة سرية تعال مقاومة مقاومة تتجاهز لشن هجوم مضاد واسع النطاق أعطينا المصدر هجوم غير مسبوك وفيه أسلحة نوية أعوذ بالله حوسي باصينا قالك أسلحة نوية أسلحة نوية يلا منوية انتاك كش نهار تجيب سيبعي وكتبوا علي هنا يرفدوني هجوم غير مسبوك وفيه أسلحة نوعية جديدة أسلحة نوعية يعني حاجة إن شاء الله نتمنى نتمنى ذلك أوكي كان معلومات أخرى من بعد نتكلموا عليها طبعا أنا قلت لكم ومزلت في كلامي بعد غزة السودان بعد السودان الجزار بعد حرب غزة رح ينتسمعوا الجديد في السودان وبعد السودان الجزار لأنه آخر الأخبار من السودان أن حكومة السودان طردت 15 دبلوماسي إماراتي يعني القشة التي ستقسم السودان هي هذه الآن الإمارات يجدونها عجة وفرصة وهدية على طبق من ذهب آه طردتوننا 15 دبلوماسي إملا يبعثون لهم سواريخ القسم السودان أدوها من عندي أشهر قليلة أو أسبوع قليلة تسمعوا السودان قسمة السودان دارفور والسودان شرقية بعد ما يتكملوا من السودان تسمعوا باللي كاين تطور في مالي نعم يعني الخبر لعطيتكم أمس تعد أزواد الخبر لعطيتكم تعد أمس تعد أزواد هذا بداية لدائرة كبيرة وعملاقة ستفتح في المنطقة نتمنى الخير للبلاد والعباد وأكرر وأشدد وأقول أن تقوية الجبهة الداخلية تقوية الجبهة الداخلية إعادة ثقة ما بين الحاكم المحكوم مصالحة شاملة لم شمل هذه عناصر أساسية لجزائر قوية وهذه موضاد حيوي أنتو فيروس اللي رهو جاي من الخارج لأن القادم أسوأ للأسف الشديد القادم أسوأ بكثير في الأخير عندي ملف وصلني ملف فساد في قطاع الأشغال العمومية من إطار إطار سامي في وزارة الأشغال العمومية الملف هذا بكل صراحة ملف ثقيل وخطير يتكلم على فساد كبير نعم في قطاع الأشغال العمومية مثل ما تكلمت قبل أيام وحتى بالأمس عندما قلت وما زلت أقول أنه ملف غارج بلاد والشركة الصينية سي آر سي سي اللي هي شركة سيئة السمعة هذا الأمر داخلين فيه بعض اللوبيات اللي استفادوا من الفساد وحابين يزدوا يقلوا الرهج ما شبعوش ملفات وأنا مضطر ومجبر على كشف هذا الملف اللي هو ملف خطير وخطير جداً ممكن ما وصلش الرئيس الجمهورية كذبوا عليه غلطوه غطوا عليه الحقيقة وأنا من واجبي أنه نكشف هذا الملف اللي هو ملف خطير وخطير جداً في قطاع الأشغال العموية في قادم الأيام لأنه الملف جالس ندرس فيه العقل وجالس نقرأ فيه مليح مليح بش ما نغلطش وبش ما نظلمش الناس أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء معكم في موعد قادم بإذن الله ألقاكم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته